عايز اسأل حضراتكو سؤال هو ينفع انا لعيب بقالي خمس ست شهور ما بلعبش ونفسي ألعب اول ما تشألعب فيه او اول ما تشألزل فيه اجيب جون اروح اشتم الجمهور اللي موقفني على رجلي او اروح للجمهور اقول لهم هس وجهة نظري ان مفيش لعيب في الدنيا بيفكر بهذا الشكل حتى لو كان تفكيره ضيق بالمناسبة صلاح محسن مبارح جاب جون وراح عمل لجمهور الاهلي او هو بيتقال ان هو عمل لجمهور الاهلي كده طيب اتوقع وانا في مكالمة طويلة جدا مع انتوا عارفين حضراتكم ان انا دايما لما بقول حاجة بقولها من المصدر مباشرة مش من اي حد فممكن جدا اروح اقول الناس هس بس انا ما بقولش الجمهور الاهلي لان الجمهور الاهلي اتقال لي كده جمهور الاهلي هو السبب الرئيسي في كوني موجود في الفرقة الجمهور الاهلي هو السبب الرئيسي في ان اي حد من اللي عيبت الاندي الاهلي يبقى افضل واحد في الدنيا جمهور هو الاساس في كل شيء وخصوصا جمهور الاهلي فانا بقول للناس اتقال لي كده بالزبط انا بقول للناس اللي ضد او اللي ما بيشجعوش النادي الاهلي بقولهم سكوتوا شوية سبونا نشتغل انا اخد فرصتي ونشوف هو ده الكلام وبالمناسبة انا حابب الموضوع كده انا مقدرش اقول لجمهور الاهلي لا او مقدرش اقول لجمهور الاهلي اسكت جمهور الاهلي هو الاساس في كل شيء مرة تانية انا بقول لحضرتك الكلام اللي اتقال قال لي جمهور الاهلي ده ازاي ازاي يعمل كده انا واحد جايب جون في ماتش الدنيا سهلة والدنيا لطيفة اتنين صفر وماتش حلو وكل حاجة بس جايب جون انا بقول للناس اللي مش عايزان لعب للناس اللي بتقول ان الاهلي مفوش رص حربة هو قال كده احنا موجودين وكلنا سواء انا او مودست او كهرابة كلنا عايزين نعمل افضل حاجة حملة شارسة حملة شارسة طوال الايام السابقة على صلاح محسن لعب النادي الاهلي اهو قال ايه قال احتفال عادي والله الجمهور مين اللي اقول له هس بطلوا تقولوا اي كلام ولما لقى فيه هجوم تاني ولسه الناس عملا تكملوا وتقولوا وتعمل اه لهو للمرة المليون بقول ان اللي فسروا احتفالي بشكل خاطئ للوقاعة بيني وبين جمهور الاهلي لازم يعرفوا ان جمهور الاهلي فوق الراس واي لاعب من غير جمهور الاهلي ولا حاجة ومستحيل اكون اقصد جمهور الاهلي كفاية حرام حرام عليكم لا يصح انه يقارع اللعب كرة قدم سواء في النادي الاهلي او في اي نادي اخر اتقال كلام كتير الحقيقة فانا بشوف حاجات غريبة جدا بتحصل حق جمهور الاهلي ان هو يزعل جمهور الاهلي انا دايما اقول هذه الكلمة عفوا جمهور الاهلي من حقه يعمل اللي هو عايزه ويقول اللي هو عايزه وينتقد كيف ما شاء ويقول اللي هو عايزه جمهور الاهلي ده بالنسبة لنا كاهلوية هو الاساس فما اعتقدش ان فيه لعيب مهما كان تفكيره ضيق مهما كان تفكيره ضيق ان هو يفكر بعد ما يجيب جنيه يروح لجمهور الاهلي يقولهم هس يعني انا بصراحة وانا قاعد بتفرج ما فسرتهاش كده ما فسرتهاش كده انا فسرت ان صلاح محسن بيقول للناس اللي بتقول على صلاح محسن ماينفعش يلعب في النادي الاهلي بيقولهم هس مش فيه ناس طلعت قلت كده الفترة اللي فاتت هما مش من جمهور الاهلي بالمناسبة لان جمهور الاهلي داعم لكل اللاعبين ممكن ينتقد اداء لعيبة ولكنه داعم لكل ما يخص النادي الاهلي ولكل من يحمل تشيرت النادي الاهلي النادي الجمهور دا داعم فصلاح وانا قاعد بتفرج وشفت الصلاح بيعمل كده قرتله كده قرتله الله بربه عليك يا صلاح ان انت بتعمل كده للناس اللي بتقول ان صلاح محسن لا يصلح للعبة في النادي الاهلي مش فيه ناس قالت كده الفترة اللي فاتت والناس دي طلعت اخبار على لسان كولر بالمناسبة ان هو بيهاجم كولر انا اسف كولر بيهاجم صلاح محسن لكن اخبار كلها مفابركة كلها اي كلام كولر لم ينتقد صلاح محسن في اي شيء ولكن هو بالعكس بالعكس هو تضامن معاه وعمله ستوري يعني الستوري اللي حضراتكم شايفينها كولر بيسلم على صلاح محسن وعملها ستوري عنده مرسيل كولر عملها ستوري عنده ردا على كل الهجايس الهجايس اللي اتقالت قبل الصورة دي فصلاح محسن لم يخطئ مع جمهور النادي الاهلي وانا بقول لحضرتك الكلام ده بناء على معلومات مرسيل كولر لم يخرج وينتقد صلاح محسن بعد الكلام اللي اتعمل ولكن بالعكس مرسيل كولر دعم صلاح محسن صلاح محسن لما كان بيرد كان بيرد على الأصحاب الإشاعة الخصخيفة اللي توزعت على بعض المواقع لبعض من لا يشجع النادي الاهلي والحقيقة انا شايف صلاح مرة تانية عنده حق وشان الواحدي معظم جمهور النادي الاهلي تفهم موقف صلاح لان خلاص اللعبة بقت قديمة ودمها تقيل وبانت لكل الجمهور جمهور الاهلي مش هيجي على واحد من لاعب تنادي الاهلي ممكن جدا ينتقد وده حق الجمهور وده دايما اللي انا بقوله ولكن جمهور الاهلي لا ينخدع بحملات التشويه والتشتيت من بعض المواقع بالعكس حتى مرسل كولر زي ما قلت لحضرتك نزل الستوري على الانستجرام بصورته هو بيسلم على صلاح ليه؟ مرسل كولر بيعمل كده ليه؟ بيدعم اللاعب وبيمفي كل الاشاعات والاشاعات والكلام الفارغ اللي كتب اللي كتب عن صلاح محسن طوال الفترة الماضية هو مين اللي وافق ان صلاح محسن يرجع من الاعارة؟ مش مرسل كولر صلاح محسن لاعب في النادي الاهلي زيه زي مودست زي أحسن الشحات زي معلول زي ديانج جمهور الاهلي دائما ما يدعم جميع اللاعبين لان ده دورنا كجمهور انا دلوقتي بتكلم كواحد من جمهور يعني انا مشجع عمري محقف ضد لاعب لبس تشيرت النادي الاهلي هنتقد اداءه هعمل كذا وكذا ولكن في النهاية طالما ترتدي تشيرت النادي الاهلي هفضل في ظهرك ودعمك لانه يا جماعة برضو والكلام ده بقوله لكل الناس لما لعب يتطاول او لما لعب يتم التطاول عليه في خبر متوزع على المواقع فطبيعي جدا ان هو يكون له ردة فعل بس مش ردة فعل لجمهوره الجمهور اللي بيحبه الجمهور اللي بيقف في ظهره ولكن الجمهور اللي ما بيحبهوش اللي ما بيقفش في ظهره اللي عايز يبطله فصلاح وجهة نظري ان احتفاله لم يكن فيه اي تجاوز من وجهة نظري في حق اي حد وخصوصا جمهور نادي الاهلي ده هو بيقول للناس اللي ما بتحبش صلاح محسن لكن مطلوب بقى من صلاح اثبت نفسك اكتر من كده برضو بصلاح كل جمهور نادي في اهلي حيبقى في ظهره كالفترة اللي جاي ركز اكتر عندنا مباريات مهمة عندنا مباراة في الدوري وبعد مباراة الدوري حنسافر تنزانيا وبعد ما نرجع من تنزانيا حنلعب دوري وبعد الدوري حنلعب في كاس العالم للاندية هنا تقدر تقول لمصر كلها او للناس اللي ما بتحبش الاهلي ها مش جمهور الاهلي بقى الناس اللي ما بتحبش الاهلي تقدر تقول لهم ايه تقدر تقول لهم انا احسن راس حربة في مصر واستحق التواجد في منتخب مصر ازاي دايما بقول لحضراتكم المستطيل الاخضر هو الاساس في كل شيء المستطيل الاخضر هو كل حاجة يجب ان تكون داخل المستطيل الاخضر اللي عمله صلاح هو عمله خارج المستطيل اللي أخضر ولكن اللي هو يعني الإشارة اللي عمله عمله خارج المستطيل اللي أخضر ولكن عمل إيه جوه المستطيل اللي أخضر جاب جون خلى الناس كلها تقول ما هو صلاح هو يا جماعة كويس ما بيلعبش ليه عايزينه يلعب خلي بالك يا أبو صلاح طول بجمهور الأهل في ظهرك ما تقلعش من حاجة اعمل اللي عليك اجتهد اجتهد دكتور في تدريبك في مبارياتك اتشاء الله التوفيق حييجي حييجي قديك شايف كهرباء جمهور الأهل كهرباء يعني لو ضيع ماهما ضيع بيفضل في ظهره الغتلة لأنهم متأكدين أنه هو بيكتهد في تمرينه وتغير عن السنين اللي فاته وأصبح واحد من أفضل المهاجمين اللي في مصر وبالمناسبة دي رسالة عامة لجميع اللاعبين وأعتقد أنه النهاردة وبعد العمله كولر وبعد توضيحات صلاح محسن أتمنى أن ينتهي هذا الملف ويتقفل أنا بأتكلم هنا لبعد من لا يشجع الناد الأهل لكن أنا عارف أن طبعا بعض وسائل الإعلامي إياها اللي حضراتكم عارفينها لو هيطلع الهجاس والمطيباتي واللي هو المهرج والناس دي حضراتكم زي ما أنتم عارفين هيطلعوا ويقعدوا يعملوا إيه والمولعاتي والمسخناتي والكلام ده كله هيطلع يسخن ويعمل ولسه يعني لكن أرجو من كل جمهور الناد الأهلي أنه يقفل هذا الأمر لأنه عارف لما تقفل موضوع صلاح محسن هيطلعوا لك حاجة تاني ولكن جمهور الأهلي واعي وعارف وحيدعم فريقه ولعبته مهما كانت الظروف ومهما كانت الأمور السلام عليهم بأن تروني تقفل من cuent George mps